لك يا ابو سروالي وازعاد ياوخاد ايش شوه مالكو بتطلع زيره وش متحمسين للحلقة ولاش بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسلم بكم اعزائي المحرومين من كرة القدم لمدة ثلاثة اشهر متتالية اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل ابو سروالي نيوز اشتكت للاخبار جماعة في الفترة ذي كله كنت حاس في شي ناقص ابصر كيف يا اخي الاحساس هيك كان غريب زي اللي كان بحب وحده وكان بستنى هدي في عيد ميلاده وفي عيد ميلاده راح تتركته ما علينا المهم عادت كرة القدم ولكن من دون جمهور يصرخ في ارضية الملعب بدون صخب وبدون روح تبا للفيروس وينما يلف وينما يروح وسحقا للصين وسحقا للصين ولعنة الله على الفار قولوا امين اوكي تنويه بسيط يا جماعة باعرف انه الدورة الاسبانية رجع ومعملناش فيديوهات بس احنا مستنى فيهم يخسروا لانه انتوا عارفين اينا محتوى انا تحفيل فجدول برشلونة الجاي كونه تعادل معيش بيلي يعني الله يسعدوا برشلونة دائما ما بيخجيني ولا بيخجيني ولا بيخجيني شو تسموه اتلاتكم الباو بعدين سلتفيقو بعدين اتلاتكم مدريد بعدين فياريان يعني شهر ضحك على برشلونة وان شاء الله نوريا المدريد كمان انه يزبط لنا الوضع ويخسر ويعني المهم يعني رح اجيبونا سيناريوهات فان شاء الله الفيديوهات القادمة وبخصوص برشلونة ان شاء الله لما يفوقوا العب ريون المدريد اليوم من اعماله هنا هذا المهم يلا نخش بالحلقة جورجيو كيليني لاعب ايطاليا عن عضة سواريز الشهيرة قال انا وهو متشابهان ومعجب بما فعله هاي مذرطة هسا معجب بما فعله بدي ما شيرك اياها رغم انك في المباراة اول ما عظك رحت مساكت ومساكتك شلعت كتفك زي بنات اللي عن تكتوك وبلشت تصرخ للحاكم عضني عضني بس انه انت وسواريز متشابهان هاي سواريز وهي كيليني وين التشابه انت مدافع وسواريز مهاجم وين وجه التشابه ولو ده كتيج تحسبها كاباني ادم طبيعي اسواريز حماره جحش وانت برضو حماره جحش لانه من ورا تصريحك هذا انت بينت انك حماره جحش يعني بعد خمس سنين من العضة قال طلع والله انا معجب بما فعله طب كان يوم ما عضك رحت عالحكم قلت له شو في حكم انا معجب بما فعله لقد عضني انه اسطورة انظر الاسناني هي الكبيرة لقد خشخشت ترسمع فيه 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 تشابه بينكو هو اسنانه كبار وانت خشمك كبير مصدر صحفي موثوق في ايطاليا صفقة لتارو مارتنيز الى برشلونة قد تمت يزي مولا غير اتجوز انا واخلف عر ولاد وهي لسه مش مثمومة ليونيال ميسي عن الغاء بطولة الكوبة امريكا قال تعرضتوا للاحباط خيب ما جاك الخرايح على اساس يعني كنت رح تسوي اشي لو شاركت في بطولة كوبة امريكا راح توصل للنهائي راح توصل للنهائي وتمسك البلانتي واتضيعه كلام مرة ومش رح اصيبك احباط هالمره راح اصيبك اجهاض من اللي راح يعملوا فيك الجماهير المرشح الابرز لرئاسة برشلونة قال في حال فزنا في رئاسة نادي برشلونة ساوقيه مع نيمار ولكن عقدين عقد شراء وعقد التزام لا يا الكعبه يعني خلص يا جماعة مكتوب على برشلونة انه اللي بيمسكوا الادارة يكونوا غبية عقدين يا زلم عقدين ولا كنت معك حق عقد عشان تقدر تعقد معاها عقدين قال عقد الشراء وعقد اسمه مشان الله خليك يلعب معانا والله لهون وصلت كرة القدم ترى اذا بتعملوها ترى كنا كندرى بصير كل الاندية اتوقى مع اللاعب وعقدين عقد التزام وعقد المضرطة الاولاني وعقد مشان الله خليك طب بما انه يا جماعة صرنا في الموضوع انا عند اقتراح بتوقى مع اللاعب ثلاث عقود عقد الشراء وعقد مشان الله خليك وعقد مشان الله حل عنه هذا لازم يكون موجود افرض اللاعب انت تمقلبت فيه وهذا العقد ترى او يعني الفكرة هاي يجب ان اطرحها على برز لانه كثير بتنفعك كثير كثير بتلزمك لازم توقع هاي العقد الثالث لازم تجدد عقود اللاعبين اللي عندك وتعقد معهم اه تعقد المهم بتوقع معهم العقد الثالث انه نصف الفريق بده لازم يطلع بره ينقلع واولهم واحد بخاف احكي اسمه اصلا يعني هو بدع في المباراة الاخيرة بس انه يعني عثمان ديمبلي اريد ان يكون لدي فريق من الاطفال اريد ان انجب احدى عشر طفلع يزا لما انت اقرف تحتك او روح عالجاه تاعت المرأة وانت بدون ما تنصاب ويخلف عليه مفاجأة مدوية نيمار يتورط في عملية احتيالا في البرازيل نيمار بحتال نيمار يعني نصاب ايش الاخليف يتأخر عليك بدفع الراتبك الشهري اللي يقدر في ثلاث ساعات مثلا ثلاث ساعات كانت كفيلة بانه تحسك انه انت والله بحاجة الى المصاري مصاري انا لبنيني بقى لبلك لبنيني والله يخرب بيتكن يا برازيليين سدق اللي قال انه العزل النور بهدله بسبب تصرفاته الغبية منع اللاعب الايطالي بلوتلي من دخول تدريبات فريقه يعني انت منعت بلوتلي من التدريبات كعقاب؟ يعني انت بتعاقبه المفروض الروح بستعاقب انه يتعلم وما يعيد اللي لا يا شيخ قول والله ولق بلوتلي ما هو من عشر سنين بتغابه وبعمل شغلات غبية وبعاقبه بمصاري بعاقبه بالحرمان بعاقبه بالضراط وعالفاضي جاي انت تعاقب لي بالحرم منعت التدريبات؟ عزم لأفقع وجهك هاسة إبراهيموفيتش يهاجم إدارة إيسي ميلان والله يا جماعة حيث قال أن النادي لم يعد كما كان انت تتكلم قاد والله والله النادي لم يعد كما كان لا بتمت ايوه وحد الله يا زلمة فضحهم فضح الإدارة جابه بحوظ النعنة الإدارة لم تعد كما كان كويس والله شكرا شكرا على المعلوم الأسترية اللي انت عتطنيها بلاش أفقع كنت يا زلمة يا زلمة أطخك طبعاً عارفين هزيمة بعشرة أهداف لفريق روسي أصيب خمس لاعبين منهم بالفيروس اللي عليك وبرايت أحا أحيه 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 خسروا الفريق عشر قوال عشان طبعاً ما لعبوا المباراة خسروهم عشرة صفر عشان ما في عندهم خمس مصابين إيش يعني كيف كيف تيب حسبتوها كيف يعني الإصابتين بقولين ولا الإصابتين بقولين الإصابة بقولتين بـ استنوا شوي استنوا شوي خمس إصابات عشرة قوال الإصابة الإصابة بقولين حسبتوها كيف إنشاءها هاي قانون؟ هاي قانون مشيت؟ وما.. ومين حط إم هذا القانون؟ ها؟ مين حط إم هذا القانون؟ ها؟ أنا عرفت مين حط إم القانون ها؟ وأنا بقول كيف ريال مدريد رح يصعد للدور الجافة في دولة طالة أوروك؟ أرسن فينجر يحذر برشلونة من التعاقد مع لتارو مارتينيز إن أوقف رحم الوالد هيكي أوبا مانينين يونج بتصريح مفاجئ أرسنل يمتلك مفاتيح مستقبل نعم إنها المخدرات مهولة مؤخذة يعني إحنا عرفين الأرسنل وحظينه ولكن الأرسنل مفاتيح باب الحمام ما بينفعه وإنت بتقول له بيكون مفاتيح مستقبلك؟ بيريز يرفض التعاقد مع بايلي لاعب مانشستر يونايتد مجانا يعني لاعب من مانشستر يونايتد ومجانا إذن هذا مقلب أكيد ما رح يشتريه بعد غيابه ثلاثة أشهر عن ريال مدريد وعوداته قبل إلغاء الدوريات لمدة ثلاثة أشهر متتالية ريال مدريد يعلن إصابة هزارت أنا يستم الحياة يزم أنت حيوان؟ حيوان أنت ولايش؟ أنت لما خلفتك أمك أعطوك هوية بني آدم ولا هوية شو تسمو تاعت البسس هاي اللي بعطوها للحيوانات؟ شو يا كابتن أنت وقارث بيلو ديمبلين وانتوا بنفس المستشفى؟ وانت ببريذ؟ بريذ؟ لاش اللي بصير معك التنها بلد؟ شو مفكر كل صفقات الدوري الإنجليزي نفس الصفقة تاعتك ريسيانو رونالدو؟ أصحى أصحى معلم توني كروس لا أعتقد في الوقت الحالي أنه يجب على اللاعب أن يكشف أنه من المثليين في أنه سوف يتعرض للشتم والتقليل آه يعني أنت ما بدك تكشف عشان ما تتعرض للشتم والتقليل طلعت من هذا النوع يا وغد يا ابن الوغدة؟ طيب يا جماعة بما أنه كروس مش ناوي يعلن عن شاسمه؟ وطالبه الفيفا بإلغاء الفار هذا مو خبر هذا استنجات مكان الله إلغوا الفار لأنه الفار مالوش داعي مالوش لازمة ما حدا باستخدمه صح قاعد قولي لا واحد إلا يكري ما باستخدمه صح شوف خدك هاي الحالة في الدور الإنجليزي الطابق الطابق دخلت مع البني آدم جوا وما حسبوها قولي إذن الفار مالوش أي لازمة الفار مدام بيسخدموه غلط ما إلو أي لازمة أصلاً هو قتل متعة كرة القدم فكونا منه ما إلو أي لازمة نفس صور رونالدو على الإستجرام اللي كان نزلها بفترة الحجر ثلاثة شهور هو ديدي 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 صور عضلات حركات أنا جورجينا شوفيني مش عارف شو واخرش برجع بخسر كأس إيطاليا وبتنكس وبالعبش للكرة الخامسة رسماً تشيلسي بطانة للدور الإنجليزي وليفربول يهبط لدور الدرجة الثالية هاسول وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرةً صديقنا وحبيبنا بعد غياب ثلاثة أشهر متتالية عاشق صلاح واللي عده أكيد راح أهلا وسهلا فيك صديق طبعاً أنا بعتذر منك صديق الليفربولي بعرف صدبناك بالخبر و جبناك على السريع مقابلة تلفزيونية يعني أكيد خبر زي هذا محتاج أنت وقت لحتى تطلع وتعبر عن رأيك بس إنه يعني هل سيكون هناك بروتوكول أو إجراء أو تعديل بخصوص نادي سيدات ليفربول بعد هبوطهم لدور الدرجة الثانية؟ هم ومن ليفربولي اللي هبطوا؟ نعم نعم يا صديقي نساء ليفربولي اللي هبطوا لدور الدرجة ولا مين دي هبطوا؟ ينعب كلكم في الوان هيوانات كلبين حكيرين نكستوني نكستوني بدهم ليفربولي تقبولي نفسياً عشان أنا هنه تقبنين نفسياً من زمان انت بالعامد انكرات الخبر بدون ما توقوي إنه فريق الهريمات يا هيوان أليف طب هالسا ما قلت لي يعني رح تعملوا تعديلات لفريق النسوان ولا رح تخلوها بل زي ايك يا عزالة ما الله يهريكا قوي هريكهم أنا مال أمي كارافيك رفاك ولهون عزيزي المشاهدين بدكون انتهت حلقتنا ولكن قبل أن ننهيها خلينا نشوف مع بعض فيديو الأسبوع هناك قصة طريفة حدثت لي مع إرنستو بولوردي وأتمنى أن يعذيرني جمهور العربي أن نحن كورة ماء في العالم العربي مباراة ليفربول برشلونة ذهب لليفربول خسرة برضعية أقصية برشلونة الدنيا مقلوبة على إرنستو بولوردي المباراة الموالية برشلونة خطافة في الكاملون صفروا على اللاعبين على كوتينيور بوسكيت قال لي هذه أصعب مباراة عشت في حياتي بعد نهاية المباراة تحدثت مع بوسكيت وجاء إرنستو بولوردي أعتقد إرنستو سيأتي غاضبا يعني تعارف الظروف الجمعية تعدد عن مستقبله قلت لهم شباب معي إرنستو بولوردي قال لي أشرف عندي لك طلب قلت الله ماذا هذا الطلب قال لي أريد أكل فلافل بدك فلافل ها فلافل يا ابن الصرم ها فلافل هنا 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 بدك فلافل ها ولا كولك المشروع المفروض مفروض أشرف جاب لك كنادر كنادر المفروض جاب لك هيك جاب الكندرة قشر الخطان تحت الكنادر هاي وبعدها غسلها ونجعها بالماء لمدة عشر دقائق بماء دفئ بعدها بطلعها بعدها بفرومها بالميلوليكس بعدها ايش بجيبها على المجلة وبعمل لك تشيك 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 بعدها بيطعميك إياها يا ابن الست وستين صارمة فلافل ولا ك بدك فلافل وانت خسرانه مبسوط وجاء كاب كابتال البرنامج اخرص اخرص برنامجك على عيني وعراسي بس ابن الصارمة بده فلافل بده 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 فلافل ابن الصارمة هو غصام اليفربول ولكن احنا كنا نعيط كنا نكها دموعنا ومضلش دموع نزل دم نزل دم وانت بدك فلافل ما هو وك بدك فلافل وك بدرب زي هاضي دارة برشلوري كيف صبرت عليها ثلاث سنين كيف صبرت عليها ثلاث سنين وك بده فلافل بده فلافل بده فلافل يالله لا 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 ايش جلطة اخو الله مسكين مات هو نفسه بالفلافة ليجبها عموماً إذا عجبتك العقل لسعودتنا لايك وتشارك المقطع على أصدقائك وكومنتك رطيف خفيف زيك وإذا كنت جيد في قناة تشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحتى وصل لك كل فيديو جديد رابط حساباتي تحت في ديسكريبشين فيسبوك انستجرام القناة الثانية رابط القناة الثانية إذا بتحبوا يضيفونا عليها بس شكراً جزيلاً يلا مش مشكلة عفواً كثيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي تعالوا مالما خلنا عشيك حمص في القناة